الوحدة الأولى بتاعتنا عنوانها Writers and Stories الكتاب والقصص نص listening عبارة عن interview ما بين المحاور والكاتب واحد كاتب المحاور بدأ كلامه بيقوله When did you start writing? امتى بديت كتابة؟ قال له انا اول حاجة كتبت القصص والpoems لما كنت في المدرسة الابتدائية Primary school و I first ده تعبير بيجي بعده ماضي بسيط اقول زي ما احنا شايفين I first wrote stories الماضي من right فالانتربيور قال له What was the first thing you wrote? كتبت ايه اول حاجة؟ قال له When I was seven I wrote a poem which won a second prize in a national competition for school children لما كان عندي سبع سنين كتبت قصيدة القصيدة دي فازت بالكيثة رقم اثنين او المركز الثاني في مسابقة national يعني على مستوى مصر لاطفال المدارس فالانتربيور سأله When did you start writing stories? امتى بدت تكتب القصص؟ قال له لما كنت في الجامعة I wrote short stories for a student magazine في الجامعة where my head was always full of ideas زي من كان الدماغي مليانة أفكار While I was finishing one story I was planning the next one جميلة اول الجملة دي لان فيها الماضي المستمر While I was finishing أثناء ما كنت بخلص story I was planning ماضي مستمر برضو معنى كده ان الحكتين دول كانوا بيحصلوا في نفس الوقت بدون تقاطع كنت بخلص في واحدة وفي نفس الوقت كنت بقطط للي بعدها Didn't you get confused? الموضوع ده ما كانش في لغبطك قال له not really I used to write very quickly أنا كنت متعود أكتب بسرعة Used to I finished most short stories in two or three days كنت بخلص short stories ما بياخدوش مني يومين تلاتة وأكون خلصت As soon as I had finished one story I started the next one بمجرد ما كنت بخلص واحدة كنت ببدأ التانية وده تعبير تاني مختلف عن اللي فوق اللي فوق اللي هو while I was finishing كانوا الاثنين مجتمرين في نفس الوقت وده هنشرحوا بالتفصيل في القواعد التاني As soon as I had finished لما كنت بخلص أول واحدة كنت ببدأ التانية يبقى في تتابعة هنا أحداث طيب الانتربيور سأله Do you still write like that? لسه بتكتب بالطريقة دي لغات الوقتين قال له no I don't write short stories now بطل تكتب short stories Now I only write novels بكتب اللي هي الروايات الكبيرة They take much longer بياخد وقت أطول So how do you write now? بتكتب زي دلوقتي بقى Do you have a fixed routine? Fixed معناها ثابت مش معناها يصلح Fixed معناها ثابت ما بيتغيرش قال له yes I write from 9 in the morning till 3 in the afternoon أنا الراتين بتاعي أنا ببدأ كتابة من 9 صباحا لحد 3 بعد الظهر With a 10 minute break for coffee at midday 10 minute break ده برضو تعبير ومشهور في اللانجوج نونس بتاعتنا بصوا معايا كده مكتوب إزاي مكتوب A وبعدها 10 اللي هو الرقم يعني أي أن كان الرقم كام وبعدها شرطة ومنت مفرد ده التعبير بتاعنا ده A والرقم أي أن كان الرقم والكلمة مفردة من غير جمع طيب معناه ايه ده كده التعبير على بعضه بيعتبر صفة اللي جاي بعدها اللي جاي بعدها break يبقى دي صفة للbreak معناه ايه صفة للbreak يعني break مدته 10 دقائق تمام طيب التعبير تاني التعبير بيتعامل كمفرد عشان كده بنحط له A وبعد الرقم حتى لو كان رقم كبير زي 10 15 بيجي الاسم بدون S ماشي وما تنسوش الشرطة اللي وسطه مهم التعبير ده عشان اللي اختياري عشان اللانجووج نوز فبيقول له بيكون عندي كمان 10 دقائق راحة في النص أشرف فيها قهوة هل تستعمل كمبيوتر حابة تستعمل كمبيوتر في الكتابة قال له I am old fashioned old fashioned يعني دقة قديمة أنا الراجل دقة قديمة I use a pencil and paper أنا بستعمل ألم resource و paper وخدوا ببالكم paper uncountable لا تعد يعني ما ينفعش أقول a paper لأن a paper بيبقى لها معاني أخر لكن paper اللي هو الورق اللي احنا بنكتب عليه لا يعد فنقول paper بس أو some paper ماشي I used a computer for a few weeks but it gave me a headache استعملت computer كم سبوة كده جربت ولكن الموضوع عدب لي صداع gave me headache الكمبيوتر هو اللي اداني صداع gave me headache So first I write something by hand then my secretary types it onto the computer أنا بكتب بإيدي وبدي للسكرتير بتاعتي تكتبه على الكمبيوتر My publisher insists that I send everything as an email attachment الناشر بتاعي بيصمم إن أنا أبعث كل حاجة ك-email attachment مش أبعث له ورق في إدوان خلاص الانترفيور بيقول له how many words do you usually write بتكتب أدئي كلمات تقريبا قال له I write one thousand new words a day for a week يعني لمدة أسبوع بكتب ألف كلمة جديدة في اليوم a day كل يوم Then I spend two or three days checking the week's work until I am completely happy يعني براجع بقى شغل الأسبوع كله في يومين ثلاثة براجع اللي أنا كتبته الغاية ما بقى تماما مبسوط والكلمات زي الفل هو أنا مبسوط منها وأكمل بقى I had changed my last novel six times before I was happy with it I had changed هنا غيرتها يعني غيرت الكلمات بتاعتها ست مرات قبل ما أكون مبسوط بها في النهاية وراضي عنها Do you show other people؟ هل بتوري ناس تاني اللي انت بتكتبو؟ No, not until a novel is almost finished مش بوري حد غير لما تبقى الرواية خلاص تقريبا خلصت Then I give it to two or three good friends and ask them for their opinions بعد ما بقى خلاص الرابط خلصتها بالشكل ده بديها لاثنين تلاتة من صحابي القريبين مني واطلب منهم رأيهم فيها فالانتربيور قال له Do they ever tell you they don't like what you have written؟ هل حد منهم قالك قبل كده مش عجبوا الكلام اللي انت كتبوا؟ قال له Yes, last year both of the people who read one of my books said they didn't like how my story ended قالولي هما الاثنين من القصة النهاية ما عجبتهمش ولذلك انا غيرتها يبقى سمع كلامه مغير النهاية عشان خطر فالانتربيور قال له What did you think of ending of your last story؟ ايه رأيك انت؟ ماذا انت ترى او رأيك ايه؟ في النهاية بتاعت القصة الاخيرة قال له When I finished that I thought it was my best ending yet كانت عجبة جدا وبيقول انا حسد انها ايه احسن نهاية انا كتبتها في حياتي That's very interesting Thank you for talking to me بعد كده قال له You are welcome والحوار بتاعنا خلص احنا ديه يا جماعة بنقرأ عشان ناس ما تزهقش وتسرح الجمل اللي احنا بنقرأها دي بتيجي زي ما هي كده في الاختيارات انا ما بحفظها لكش طبعا مش هقولك احفظ الجملة بس عشان تطبق او عشان تفهم استخدام الكلمات واستخدام الازمنة في جوه الجملة ده بيسهل عليك انك تحفظ الكلمات وبيسهل عليك برضو انك تعرف تطبيق القواعد بتاعة الجرامر على الجمل طيب لما يجي جملة زي اللي انا معلم عليهم بالاصفر دول وتجلها في الاختيارات اه قدت يروح يشل لك ويل مسلا او يروح يشل لك ايوز بلانينج مسلا ويقول لك اكمل النقط انت ممكن تكملها من غير ما تكون قارئ جملة طبعا عادي بس لو كنت قارئها قبل كده هتخلي الموضوع اسهل في النافق والاراية دي مش هتاخد مننا وقت ومش هتضرنا في حاجة وهدك تجنبنا القطأ بتاع ان حد ما يكونش اريها خالص وتروح الفكرة ما تجلوش وهو بيحل انها ممكن تكون كده مسلا فما يختارهاش او يختارها غلط وده بيحصل كتير لان في جمل كتير بتبقى شكلها غريب واحنا بنقراها في الريدنج بس لما تبقى تقراها وتستغربها اول مرة لما تجي لك في الاسئلة هتختارها وانت مرتاح لانها سبتت في دماغك وهو متطمن من ناحيتها وعارف انها اه بجد كده وانا شفتها قبل كده بالمنظر ده طيب الجوز اللي فات كان الليسننج فاضل عندنا الجوز الريدنج هي قطعة واحدة برضو هنقراها مع بعض ونبقى كده ايه ندخل على الجرامر على طول الريدنج بعنوان يحيا حقي هيتكلم عن يحيا حقي لما يكتب السنتين دول كده جنب اسم شخص معناها ديه سنة الميلاد وديه سنة الوفاة ماشي انا هو عايش من تسعمائة خمسة للاثنين وتسعين يحيا حقي was one of the pioneers of modern Egyptian literature pioneers اللي هم الرواد اعتقد كلكم عدت عليكم الكلمة ديه والliterature اللي هو الادب كما كان خبير في الادب او سوري في الثقافة العربية عندنا الفرق بين ارب و ارابيك و اتني و اريبياني بصوا ارب ارب اللي هي زي مكتوبة قدامكم دي دي اللي هي كل حاجة جنسيتها عربية تمام؟ يعني ايه جنسيتها عربية؟ يعني الناس العرب اسموهم ارب ما اسموهمش ارابيك بيبول اسموهم اراب بيبول العلماء اسموهم اراب ساينتست اراب تينكر طيب الثقافة اسمها اراب كالتشر تمام؟ او ما الارابيك؟ ارابيك منحصرة في حاجة واحدة بس او حاكتين اللغة والادب بس اللغة اللي احنا بنتكلمها اسمها عربي اسمها ارابيك بالانجليزي صح؟ بس الباقي هنختار فيه ارب خلاص عشان ما نتلخبطش في الاختيارات طب و اريبيان اريبيان دي ملهاش علاقة غير بالناس بتوع السعودية فقط يعني الحاجات بتاعت السعودية هي اللي اسمها اريبيان مش الحاجات اللي لغيتها عربي لأ الحاجات اللي هي خاصة ببلد السعودية الناس بتوع السعودية او الثقافة بتاع السعودية دي اسمها اريبيان جاية من سعودية اريبيا اللي هي السعودية العربية دي تمام؟ لكن اراب و ارابيك هم اللي هنلعب فيهم ارابيك لغة و ادب فقط سوري ارابيك لغة و ادب فقط و ارب بقى الحاجات خلاص؟ ماشي يحيى حقي was born in 1905 in the سيدة زينب district of Cairo كلمة district معناها حي أو منطقة جوة مدينة خلاص عشان نفرق district يعني منطقة أو حي جوة مدينة كبير he graduated in law أوكي برضو حتة مهمة graduate in وبعدها المجال بتاع الدراسة بتاعتك أو المجال بتاع التعليم بتاعك يبقى اسمه تخرج في القانون أو تخرج من كلية الحقوق graduated in in ومجال الدراسة and worked for a short time as a lawyer in 1929 he began his career as a diplomate and he worked abroad for more than 20 years بدأ شغله كديبلوميت يعني راجل ديبلوماسي واشتغل في الموضوع تلك 20 سنة the time he had spent in France, Italy, Turkey and Libya gave him experiences he later used in his writing الوقت اللي أضاف البلاد دي إداله خبرة استعملها هو بعد كده في كتاباته at the same time as he was working كان بيعمل كتب أو بيكتب كتب وفي نفس الوقت اللي كان شغال فيه حقي was also writing the stories his first short story published in 1925 أول short story ليه اتنشرت سنة 25 established him as one of the great short story writers of the Arab world عندنا الأول is Arab world أهو بصوا العالم العربي اسمه Arab world ما اسمهاش Arabic زي ما احنا تكلمنا وعندنا تعبير بتاعت established him as established him as بمعنى الحاجة اللي هو عملها دي سواء الكتاب أو الفيلم اللي هو عمل أو أي أن كان الحاجة دي خلت الناس تعرفوا أو خلت أو عملت لنفسه اسم عملت له اسم معنى أنها عملت له اسم في مجال معين معنىها established him established يعني يؤسس established him as a great writer يعني خلت الناس تعرفوا ككاتب كويس أو كاتب عظيم حقي always wanted to help poor and disabled people كان دايماً بيحبي يساعد الناس الفقرة والمعاقبين disabled كتب مجموعة كليكشن من الشورت ستوري عان المعاقين والفقرة والتعبير اللي عندنا مهم اسمه made into a film أو made into a film يعني تحولت الى film into a film about in a new way about arab society بصوا كلمة عرب جاية كتير ازاي عشان ما نغلطش فيها بعد كده وما نقولش هي عرب ولا عربك عربك مع اللغة والأذب فقط الباقي كله عرب مدينة بنقوله عرب society and customs in the 20th century حقي was also interested in the Arabic language اللغة هي يبقى عربك and he developed a new style of writing هو طور طريقة أو style جديد في الكتابة which is respected today أي السلوب بتاعه ده لغالي الوقت الناس بتحترمه as well as writing his own novels and stories حقي also translated يعني هو كان بيكتب حقته وكمان كان بيترجم من اللغة الروسية والفرنسية الإيطالية والتركية الأدب بتاعهم يعني تمام الأدب الروسي الفرنسي الإيطالي إلى اللغة العربية he was a very strong believer in the power of books and he supported many young Egyptian writers بسوا الجملة دي بردو he was a believer in the power of books كلمة believer ده معناها مؤمن شخص مؤمن بحاجة فحطيت a لأن مؤمن ده اسم ويعد وتمام فبقي a believer كلمة believer دي لو شلنا منها ال-r تحولت إلى believe يعني يؤمن ده فعل تمام؟ فناخد بالنا يعني لو هو جاب لي إن دي believer يبا أنت بتتعامل معها لأنها اسم وتحط لها a أو an وتحط لها جامعة واللي أنت عايزه أما believe بس ده فعل يؤمن بيه فتتعامل معها على النافع في عندنا بقى كلمة تاني اللي هي believe أخرها f مش v أخرها f ودي معناها المعتقد أو الحاجة اللي أنا بأؤمن بيها المعتقد بتاعي اسمه believe دي برضو اسم نون ولكن معناها مختلف معناها معتقد فتتعامل مع الجملة إن هو لديه معتقد مش هو كان نفسه معتقد لا هو لديه معتقد معين ليه أنا بقف على الحتة دي لأن الحتة دي بتيجي في الأسئلة خلاص فنركز في الفرق بين الكلمات وكل واحد معناه ايه طيب حقي died in 1992 but is still thought of as the father of the modern short story and the noble in Egypt still thought of يعني ما زال الناس بتعتقد إنه أو هو ما زال يعتقد أنه معرفش إيه كذا 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 still thought of as ماشي؟ ده كده نهاية الريدين دلوقتي هندخل على القواعد قواعد الوحدة دي كتيرة شوية عارف وغلسة بس هناخدها واحدة واحدة وربنا يسهل طيب القواعد بتاعتنا في اليونت دي بتتكلم عن أزمنة الماضي تمام؟ معلش يا شباب بحد واحد بس كده يفتهى المايك يقول لي إنه هو شايف وسامع والدنيا تمام عشان أكمل القواعد بتاعتنا بقول لكم بتتكلم عن أزمنة الماضي أزمنة الماضي اللي عندنا كذا زمن وشوية هم غلسين أنا مش هخبي عليكم بس ده من أغلس الدلوس بتاعت السنة دي فلو زبطنا كويس هنستريح إن شاء الله في الي جاي خلاص؟ طيب هنبتدي أول حاجة عندنا بالpast symbol أو الماضي البسيط ماشي؟ طيب في كل زمن هناخده هنعرف التكوين اللي هو بيتكون به والاستخدامات اللي هو بيستخدمها فيه والاستخدامات دي أكثر أهمية طبعا لأنها لو تفهمت هتخلينا نعرف نشتغل بالزمن كويس ماشي؟ الموضوع ده أكيد قديم وعد علينا كلنا الماضي البسيط يده بتضيف ed أو دي بس في نهاية الفعل لو الفعل regular أو بيكون فعل irregular وبتغير الفعل بتاعك تماما يعني على سبيل المساب بتقول هنا play يلعب هتبقى في الماضي played لعب هنا هتقول go يذهب هتبقى في الماضي wind ذهب ماشي؟ مش هكتر في الموضوع ده كتير لأن احنا المفروض كبار على حتة دي ده التكوين بتاعه ببساطة كل اللي انت هتعمله هتحط التصريف الثاني للفعل ماشي؟ المهم عندي بقى هو الاستخدام بتاعه ال use ماشي؟ ايه الاستخدام او الاستخدامات اللي انا بستخدم فيها الماضي البسيط؟ او الاستخدام عندنا تعبير عن حدث نكتب كده وركزه معايا رقم واحد حدث بدأ وانتهى اخدوا بعرفوا في الكلام في الماضي مش بس كده في وقت محدد مهم اللي انا بقوله ده ليه؟ لان عندي الحاجة لو ما حصلتش في وقت محدد هتطلع من الماضي البسيط وهتخش في ازمينة تاني يبقى كلمة السر في الماضي البسيط انه حصل في وقت محدد ممكن نسأل مثلا ممكن يعني مثلا اي فيزيتد كايرو انا زرت القاهرة مثلا لاست ويك الاسبوع اللي فات مش ده زمن محدد لاست ويك او مظبوط معايا محدد ماضي بسيط اي روت اي نوفل انا كتبت نوفل ان 2010 مش ده معاد محدد في الماضي اه يبقى ماضي بسيط تمام ده اول حاجة لازم تاخد بالك ان في وقت محدد خلاص طيب ده الاستخدام رقم واحد والاكثر اهمية الاستخدام رقم اتنين لو انا عايز اتكلم واحكي قصة سرد قصة في الماضي يعني ايه قصة في الماضي يعني لو انت بتتكلم وبتحكي لنا حاجة وبتقول حصل كذا وبعدين حصل كذا وبعدين حصل كذا وبتتكلم في تتابع قصة سريعة يعني كده ممكن تستعمل الماضي البسيط في كل الاحداث يعني انا احكي لكم قصة انا فشل في حكاية قصة ده خالص ممكن مثلا نقول there was a cat the cat مثلا climbed the tree تسلقت الشجر بعد كده then زكاة fall سقطت او fill الماضي ماسي ايه اللي انا بعمله انا بحكي قصة وبستعمل زمن الماضي البسيط فيهم كلهم خلاص في كل الاحداث بتاعت القصة ده تاني استعمال اولا حدث محدد بدأ وانتهى في الماضي والتاني صارت احداث قصة التالت بقى من حدات المهمة قوي 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 ونركز فيه اللي هو بيعبر عن عادة في الماضي يعني ايه عادة في الماضي يعني هقول ان انا مثلا وانا صغير كنت متعود اروح المدرسة ماشي مسلا فهقول i went to school on foot سيرنا على الاقدام امتى when i was young لما كنت صغير لما كنت صغير يعتبر المعادة المحددة في الماضي فانا كده في الامان الجملة بتاعتي هنا بقى بتعبر عن عادة ازاي عادة يعني انا كنت متعود اعمل كده او الموضوع ده كان بيحصل على طول بس امتى في الماضي لان الكلام ده لو هو عادة في المضارع يا جماعة هيبقى مضارع بسيط ودي الحتة المهمة اللي احنا نركز فيها عادة في المضارع مضارع بسيط عادة في الماضي ماضي بسيط طيب مثال تاني ممكن اقول ساقل المعنا اغنقى اه انا كنت دايما او بالاش ات سيفن جاء افاратьاء قبل سكول معنا Wilson ان انا دايما في الماضي كنت باكل فطاري في المعاد المحدد ده خلاص يبقى always بتقولي انها عادة ده اللي انت متعود تعمله والكلام ده كان زمان ايام المدرسة يبقى العادة في الماضي وماضي بسيط ممكن في نفس الاستخدام ده بتاع العادة نستعمل حاجة اسمها used to هنشرحها بالتفصيل بعد شوية ممكن نفس الجملة اقول I used to eat مصدر الفعل I used to eat my breakfast before school قبل المدرسة تمام؟ معنى الجملة ان انا اعتدت اني اكل بس بعد used to بيجي المصدر بتاع الفعل التعبير كله used to كله ده اعتبر ماضي بسيت خلاص لكن بيجي بعد used to مصدر الفعل لحد هنا كويس الدنيا تمام؟ ده كان الاستخدام التالت لين للماضي البسيط فضل استخدامين ما تقلق اوش مش كتير الاستخدام رقم اربعة لو انا عايز اعبر عن افعال او احداث متتالية في الماضي بمعنى ايه؟ شبه اوي اوي سرد القصة خلاص حاجة حصلت وارا حاجة شبه سرد القصة يعني اقول مثلا كسبيل المثال yesterday اهو زمن محدد في الماضي اهو اي ووك اوب انا صحيت من النوم ماشي؟ took a shower يعني اخدت دوش في الماضي drank a cup of coffee شربت كوب بيت قهوة then or and went to work وذهبت الى العمل ايه اللي انا بعمله ده؟ بسرد الاحداث بتاعت الماضي اللي حصلت وارا بعض صحيت من النوم خدت shower شربت قهوة رحت الشغل كلهم ماضي بسيط لحد هنا كويس؟ ماشي اخر حاجة لو انا هتكلم عن حاجة بقى ما حصلتش او مستبعد انها تحصل التعبير ده يعني هنقضوا بالتفصيل قوي كده في التمني في الوحدة القبل الاخيرة لما نعيش ان شاء الله بس هشرح هنا في حتة زيارة هنا لو قلت حدث لم يحدث او مستبعد حدوثه مستبعد ماشي؟ ملعبش كويس خلاص؟ عرفت من ايه؟ لان انت بتتمنى ان هو يكون لعب كويس تمام؟ ايه علاقة الماضي البسيط في الموضوع؟ ان انا لما بتمنى حاجة في الحاضر يعني بتمنى ان حاجة تحصل في الحاضر بس تعمل معاها الزمن الماضي البسيط خلاص؟ ده مش هقول لكم اكتر من كده خالص في الحتة دي هنا التفاصيل بتاعت التمني هنوصل لها في الوحدة القبل الاخيرة وهنتكلم فيها مما بعد الاستعمالات دول يعني يعتبر هما ثلاث استعمالات رئيسيين واثنين تاني جانبيين دولا استعمالات بتوع الماضي البسيط طيب انا فيه بقى شباب احنا الاسبال بتاعنا في الماضي البسيط ببساطة بتكتب التصريف التاني طيب عشان تنفيه بس لا اما تحطه didn't يعني مثلا بدل ما اقول I played هيبقى I didn't play ببساطة طيب لو قلت I was كنت at school انا كنت في المدرسة عايزتن فيها هتقول ببساطة I wasn't at school يبقى لو انا ما عنديش was aware بحط انا مساعد من عندي didn't في النفي وطبعا بعدها المصدر لو انا عندي was aware كفعل اساسي بمعنى يكون مش كفعل مساعد I was at school او I was at home معرفش ايه او I was busy في الحالة دي بتحط النط بعدهم وخلاص طيب لو انا قلت المثال بتاع I always ate my breakfast مثلا وباقي الجمل عشان تنفيه مثال زي ده ممكن تقول I didn't eat my breakfast ببساطة او ممكن بدل always تحط I never ate my breakfast never بتدي النفي والمعنى بتاع الجملة اللي بالاسود عكس المعنى بتاع الجملة اللي بالازرق تماما انا عمري ما كنت باكل الفطار بتاعي خلاص لحد هنا ده النفي اعتقد كده مفيش مشكلة فيه جزء بقى في الازمنة انا ما بحبش اقوله قوي او ما بحبش اتكى عليه بس لازم بذكره اللي هو الكلمات فيه ناس بتحفظ الكلمات دي وكل ما تشوف الكلمة دي تروح تجري تدور على الزمن المعين ودينا من اتفق من unit one بلاش الحركة دي تتعمل ارجوكم لان الكلمات بتبقى فيه كلمات كتيرة مشتركة بين زمن وزمن وبتلخبط والموضوع ده بيلغي عقلك وبيشغل الحفظ طب هما على الاساس ايه انا هختار الزمن بتاعي هتختاروا على اساس واحد فقط اللي هو الاستخدام شايف قدامك استخدام من التلاتة اللي انا قلتهم تختار الزمن مش شايفه ما تختاروش خلاص كده سهلا الاستخدام ما اتفهمتها وعرفتهم هما التلاتة خلاص خلص طيب ايه كلمات بتيجي كتير مع الزمن ده اه يعني لو قلت yesterday مثلا ما هو كده زمن محدد في الماضي فماشي لو قلت last week نفس الفكرة زمن محدد في الماضي لو قلت كذا سنة ago ago يبقى انت كده بتقول من تلات سنين يبقى انت اجد بتتكلم على من 2017 فكده بايه زمن محدد في الماضي برضو فبدل ما تعد تحفظهم انت فهمت ان دول دي هم علاقة بالاستخدام او ان زباستو ان سنة كذا مثلا نفس الفكرة من سنة كذا لسنة كذا برضو ده يعتبر زمن محدد في الماضي نفس الفكرة خلاص فده يعتبر الكلمات اللي بيحب الحاجات دي موجودة في المذكرة اللي انا هبعتها لكم مكتوبين كلهم بس زي ما قلنا بلاش نعتمد على الحفظ خلاص طيب اخر حاجة في كل زمن هنقولها الصيغة بتاعة المبني للمجهول بتاعة الزمن ده المجهول اللي هو اسمه passive واحنا هناخد الصيغة دي علشان خاطر الجمل لو جت لنا باي شكل من الاشكال نبقى فاهمين وعارفين نتعامل معاها ازاي تمام؟ طيب المبني للمجهول بتاع اي حاجة بتبتدي فيه بالمفعول به ماشي بتاع اي زمن مفعول به وبعدها verb to be في زمن الجملة بتاعك وبعدها تصريف تالت من الفعل الاساسي وبعدها لو عايش تحط by وفاعل ماشي هكتب مثال علشان نحوله مع بعض ونفهم سوا I ate lunch مثلا yesterday مس جملة بالبساطة دي عايز احولها للمبني للمجهول هتبتدي بالمفعول به بتاعك lunch verb to be في زمن الجملة زمن الجملة بتحدده اهو ادي ماضي بوسيد زمن الجملة طيب verb to be في الماضي was aware صح؟ يبقى lunch was عشان اللانش مفرد او لا يعد طيب الفعل الاساسي بتاعي كان يأكل eat عايز تحط الفعل الاساسي ده في التصريف التالت يبقى lunch was eaten اوكي لا طيب بقى الجملة yesterday ما تلغيهاش دي yesterday عايز بقى تحط buy me مش عايز تحطه مش مش مشكلة lunch was eaten كل اللي انا عملته فين عبارة عن ايه؟ عبارة عن المفعول به verb to be في زمن الجملة اللي هو في حالتنا دي احنا بتكلم عن الماضي البسيط هيبقى was aware لا نزال ماضي وبعدين التصريف التالت من الفعل الاساسي خلاص لو صدق اني حفزت الحتة دي بس القاعدة دي بس وطبقتها على كل الازمنة اللي في حياتك هتعرف تحفظ المبنى للمجهول بدون اي مشكلة وهتعرف تحله بدون اي مشكلة خلاص عايز تحفظ لكل زمن انت حار براحتك وهو aware وبعدين التصريف التالت وخلاص ايه دي بالنسبة للماضي البسيط ماشا في كما الحووسة بس هقولهم في الماضي البسيط قبلك ما ادخل على الزمن اللي بعضه لو ما ندخل على الواحده اللي بعدها هنلاقي كلمة for مشهورة قوي مع المضارح التام وده من الاحاجات اللي انا بقول عليها الا outra فور على قدما هي مشهورة مع المضارح التام الا انها ممكن تيجي عادة مع الماضي البسيط من غير اي مشكلة توامم؟ فإذاً لو واحد قاعد بالحفظ وكل ما يشوف FOR أو SENSE بيختار مضارعة تام هيغلط FOR ممكن تيجي مع الماضي البسيط عادي عشان تعبر عن حدث استمر الفترة لأن FOR معناها لمدة يعني لو عايز أقول مثال كده مثلا أنا اشتغلت كصيدالي لمدة خمس سنين أنا مش هشرح دلوقتي الفرق بينها وبين المضارع التام دي هنشرحها مع بعض في المضارع التام الواحدة الجاية لكن عايز أقول لكم دلوقتي أن انا اشتغلت وخلصت حدث بدأ وانتهى في الماضي استمر لمدة خمس سنين ما استمرش مش مشكلة ففور تنفع تيجي في الماضي البسيط بدون أي مشكلة ماشي؟ طيب الملحوظة التانية أن احنا قلنا أن ده الماضي البسيط ده بيستخدم مع العادة ولكن في الماضي فإذا أي كلمات تعبر عن العادة زي always, often, usually الكلمات اللي زي دي ممكن تيجي عادي نفس الكلمات مع الماضي البسيط بس ايه؟ أتعبر عن العادة في الماضي خلاص ودي أنا قلت عليها قريدي مثلا وأنا بشرح طيب الملحوظة اللي بعد كده هي مش ملحوظة هي الحتة بتاعة wish أو التمني تعبيرات اللي زي wish زيها زي eye browser أو it's time دي تعبيرات بيجي بعدها ماضي بسيط وقلنا لما نحب نتمنى في الحاضر بنتمنى بالماضي البسيط التعبير بس اللي أنا ما قلتوش اللي هو مش تابع التمني اللي هو it's time اللي منكم كان مركز واحنا بنقرأ الريدنج هيلاقي التعبير ده عدة علينا التعبير it's time ده معناه حانة وقت ماشي؟ حانة وقت لما بتكتبها بتجيب بعدها على طول الماضي بسيط أو يعني الجملة بتكون في الماضي البسيط يعني مثال دلوقتي أنا ببص في الساعة لقيتها الساعة 7 ونص وبقول it's time I ate my dinner ايه معنى الجملة؟ ان ده الوقت اللي أنا المفروض أكل فيه الوجبة بتاعتي it's time I ate my dinner خلاص ماضي بسيط تمام؟ ما ننساش يبقى it's time تعبير بيجي بعده ماضي بسيط ومعناه زي ما احنا قلنا كده خلاص؟ فاضل عندي في الماضي البسيط أخر حاجة اللي هي used to جبنا سيرتها من شوية وقلنا بتعبر عن العادة اللي اعتادت انها تحصل فين في الماضي ماشي؟ طيب بتتكتب ازاي او بتيجي ازاي وبعد النقط عنها أنا أخدها سريعا أولا بعد used to بيجي مصدر الفعل مهمة الحتة دي وأنا بازم ناخد بالنا منها مصدر الفعل هو اللي بعد used to طيب لما أحب أعمل النفي أعملها ازاي؟ ببساطة بتقول didn't احنا قلنا ده النفي used to مش used didn't use لأن بعد didn't بيجي مصدر الفعل كده كده didn't use to وبعدين المصدر بتاعنا من الفعل الأساسي هو هو ناخد مثال لو قلت فلان اعتاد على ممكن أقول he used to smoke ممكن أقول heavily يعني بشكل كبير واسكت بصوا الجملة دي مفحاش زمن محدد في الماضي ولكن كلمة used to فهمتني المعنى إيه المعنى اللي أنا فهمته؟ اعتاد أن كذا في الماضي ولم يعد يفعل الموضوع ده حتى الآن خالص يعني إيه؟ يعني كان بيدخن وبطل حاليا ما بيدخنش ده used to أو ده الاستخدام الأساسي والأصلي used to بدأ أو اعتاد أن يعمل حاجة في الماضي ولكن حاليا ما بيعملش الحاجة دي غسلة مهمة used to طب النفي لو didn't أقول ببساطة he didn't use to مثلا drive a car إيه معنى الجملة؟ إنه هو لم يعتاد على سوات العربية خالص قبل كده ماشي؟ طيب used to دي إحنا قلنا معنى اعتاد أن في شوية تعبيرات بتيجي بنفس المعنى زي no longer أو no more إحنا قلنا أنه اعتاد على الحاجة في الماضي ولكن دلوقتي بطل إذن هو no longer smokes لم يعد بعد الآن يدخن نفس المعنى فيه ممكن نقول فيهم علشان بهيجوا ساعات لو قلت لو هديكم اختيارات على الجملة دي ممكن نكتب بإيه now he don't he doesn't he isn't ولا he مثلا wasn't هنختار ايه ونختار ليه ايه رأيكم حد فيكم يفتح المايك ويجاوبني هو دلوقتي مش بيعمل الموضوع ده برافو عليك كل الكلام اللي انت قلتي صح هو اعتاد ان يسافر في الماضي now he doesn't اصلها كان doesn't travel اصلا فاهمين doesn't دي الاختصار doesn't travel معناه كده انه حاليا ما بيعملش الموضوع ده ماشي مفهومة طيب طيب مثال تاني بس ده صعب شوية وفتحه كده معي لو قلت I used to be late late يعني متأخر but now I نقط شبه اللي فاتت هلا اقول بربو don't ولا doesn't ولا am not ولا are not طيب تعالي نترجم الجملة وعشان كلنا نفهم عشان الناس اللي مش فهمة وجهة نظركم بصوا انا بقول I used to be late اعتدت ان اكون متأخر صح؟ لو انا عايز اقول دلوقتي انا ما بتأخرش فبقول now انا لا اتأخر او لا اكون متأخر صح؟ الفعل الاساسي بتاعي ده عشان هو verb to be اصلا مش هينفع تقول I don't be late لا مش هتقول كده مش هتقول now I don't be late هتنقول now I am not late انا حاليا مش بكون فعل يكون متأخر حاليا انا لا اكون متأخر يبقى الموضوع ده متوقف على فهمك للجملة هنا كان فعل travel فوق بصوا ده فعل اساسي فعل عادي هو نفسه ما بيتنفيش لازم تحط له do او does لكن الفعل بتاعي verb to be ممكن يتنفي انا في verb يكون ممكن تحط وتقول I am not late انا حاليا لا اكون I am not بلاش late I am not مثلا clever ذكي I am not shy مش مكسوف او ما بتكسفش صفة تعتبر صفة وهو فعل عندي يعتبر يكون اللي هو ممكن يتنفي بالنفس حلو الكلام ده الغد دلوقتي ولا في حد عنده مشكلة اللي احنا قلنا ده كان تعبير بيقول use the to زائد المصدر لكن التعبير اللي جاي لو حطيت verb to be اللي هو am او is او are قبل used to ساعتها الاختلاف انه هو مش هيبقى بعضه المصدر لا هيبقى بعضه فعل زائد ing يعني ايه؟ يعني لو انا بدل ما اقول I used to travel هقول I am used to traveling ماشي؟ verb to be ده ممكن نبدله بverb to get get تمام؟ طيب تعال ندينينا مثال او مسؤالين تاني ونفهم انت قلت I used to travel مصدر الفعل انا اعتدت على السفر او اعتدت اني اسافي لو كتبتها كده I am used to traveling اللي هي بال ing يا جماعة المعنى تحول تحول خالص بصوا اللي فات اعتدت على السفر وبطلت خلاص انا حاليا ما بسافرش ليه قلت كده لان انا استعملت used to اما لو استعملت am used to او get used to وبعدها ing معناها معتاد على السفر الان اده عكس المعنى A معنى الجملة التانية ان انا حاليا متعود اعمل الحركة دي ابتديت العدد دي في الماضي ولكن ما زلت حتى الان بعملها خلاص يبقى ده الفرق الاساسي لو used to والمصدر غير لو verb to be قبل used to او verb to get قبل used to وطبعا بيجي بعدهم ing طيب مثال تاني كده ونركز سوا لو قلت I am used to sleeping مثلا late انا متعود على النوم متأخر معنى كده ان انا لسه حتى الان بنام متأخر ده معنى الجملة فيه تعبيرات قلنا بتساوي ل used to اللي هي مثلا it was my habit في الماضي او I was او اي تاني I had the habit of كذا هنا في المدارع بقى اول عشان نعبر عن الجملة دي في المدارع بدلا ما تقول it was my habit معنى كده my habit كانت was في الماضي لأ انت بقى هنا عشان تخليها صح هتخليها it is my habit to sleep late ليه ليه اخترت it is لان انا بقول معنى الجملة اهو بصوا لسه حتى الان بعمل كده ما زلت معتاد على الحاجة دي فهي لسه ما زالت الهابت بتاعتي او العادة بتاعتي في الحاضر خلاص ده اضافة مين اضافة verb to be او verb to get قبل used to ويجي بعدهم ing طيب اه طبعا انا بقول كده اللي بيجي قبل دولة فاعل على طول طبعا لان بداية الجملة بتاعتي فيكون فاعل اهو اي اي شي ده الفاعل بتاعي تمام اه لو لو فاكرين المبني للمجهول احنا قلنا المبني المجهول بتبدأ بالمفعول بيه فانا لو بديت نفس التعبيرات اللي فاتت دي بالمفعول هتتحول الجملة للمبني للمجهول يعني اه لو قلت في حاجة هنا لا ما فيش حاجة هنا فيها مفعول نقول مثال جديد نقول مثلا اه 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 انايف سكينة از في القطع يبقى تفرق معايا بقى وتاخد بالك كلمة يوز دي اللي انا عملا استعمل فيها دي دل ماضي من فعل يوز صح؟ ويوز معناها يستخدم يبقى تاخد بالك وانت بتختار هالك جملة اصلا بتتكلم عن عادة ولا بتتكلم عن الاستخدام بتاع الاشياء صح؟ انت عندك نسكينة وبتستخدم في التقطيع يبقى انت بتتكلم على استخدام صح؟ ما بتستكلمش عن العادة مش كده يبقى a knife is used to cut ده الاستخدام بتاعها بعد use هنا اللي هي كانت تستخدم لاما بيجي to والمصدر لاما بيجي for ing يعني نفس الجملة اللي فوق اللي بالازرق هكتبها برضو بالازرق واقول a knife is used for cutting 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 food او cutting اي حاجة يبقى عندي السكينة بتستخدم to cut او for cutting من اجل التقطيع دي كده كل حاجة fuse و used وكل التفاصيل بتاعتهم اللي عندنا بعد كده هو الماضي المستمر مستمر ماشي او past continuous طيب الماضي المستمر من اسمه ببساطة معناه حاجة كانت مستمرة في الماضي الماضي المستمر من اكتر الازمنة ان الترجمة العربي بتاعته بتحللك المشكلة كلها ترجمة الجملة عربي يعني لو كتبت مثال كده و قلتلك ايه بقى الجملة دي معناها معناها انا كنت بتفرج على التلفزيون الساعة سبع امبارح عايزين ناخد بالنا من كذا حاجة اولا معنى الكلام بالعربي كنت بعمل يعني الحاجة كانت بتستمر او بتاخد وقت و دي حتة مهمة كنت بعمل كذا الملحوظة التانية اللي بتاخد بالك منها حتة الساعة كذا بالظبط دي و ايه الفرق بينها وبين الماضي البسيط عشان الناس برضو اللي هي بتحب بتحفظ شوية الماضي البسيط احنا بنقول yesterday بس ماشي وبنقول المعاد بتاعنا في الماضي و خلاص لكن لو حددت الساعة بالظبط كده او حددت من الساعة كذا للساعة كذا مثلا كده انت خليت الموضوع بقى مستمر في الماضي مش مجرد ايه مش مجرد حصل في الوقت الفلاني لا مستمر فمدام مستمر في الماضي زي ما احنا بنقول يبقى ده اسمه ماضي مستمر ماشي؟ طيب التركيبة بتاعته طبعا اللي هي was aware وبعدين الفعل زائد ing دي التركيبة ببساطة الاستخدامات بتاعتنا اللي هي الحاجة الاكثر اهمية او الاستخدام نفس اللي انا كنت بقوله ده بعبر عن حدث استغرق استغرق وقت في الماضي مش مجرد حصل وانتهى لا انا عايز هنا اتك على حتة استغرق الوقت او بالعربي كان بيحصل كان بيحصل في الماضي في الوقت الفلاني ماشي مثال زي المسال ده انا كتبته فوق هنكتب واحد ثاني اه مثلا اي ووز دوينج ماي هومورك انا كنت بعمل واجبي امتى يستردي ات فايف الساعة خمسة امباح مثلا تمام يبقى انا كنت بعمل واجبي ووز دوينج ماي هومورك ماضي مستمر ماشي ده اول استخدام خلاص فهمنا الاستخدام التاني وده اللي بيجي اكتر حاجة لو بيعبر عن حدث كان مستمر في الماضي زي اخو ده وقطعوا حدث اخر يعني ايه يعني انا كنت بحل الواجب ساعة خمسة راحت حاجة حصلت وانا بحل يعني ايه بقى الكلام اثناء ما كنت بعمل الواجب اهو خطوة لكم الترجمة كنت تعمل بقى ماضي مستمر حصل حاجة ايه الحاجة اللي حصلت التليفون بتاعي راني يبقى دي حاجة كانت مستمرة في الماضي وده حاجة قطعت الحاجة الاولانين ده الاستخدام التاني حدث مستمر وقطعوا حدث اخر بس بجلمة السر ان هما الاثنين في الماضي طيب يبا احنا قلنا حاجتين حاجة استغرقت وقت في الماضي وخلاص وحاجة كانت مستمرة في الماضي وقطعها حدث اخر اخر احتمال معنا عجل نستعمل فيه الماضي المستمر انه هو حدثين مستمرين في الماضي بدون تقاطع يعني ايه يعني انت كنت بتحل الواقب والدتك كانت بتعمل اكل انت كنت بتحل الواقب واختك كانت بتسمع اغاني الاتنين كنت بقول عليهم كان بيعمل كذا يعني الاتنين مستمرين في الماضي صح ولكن الاختلاف ان هنا مفيش تقاطع ما بينهم الاتنين مستمرين في نفس الوقت بدون تقاطع يعني برضو نفس المسال I was doing my homework اثناء ما كنت بعمل الواقب ايه اللي حصل او ايه اللي كان بيحصل اصلا اكون دقيق my sister was watching tv اختي كانت بتفرج ده لو خدتوا باركم بيجي ماضي بسيط not وخلاص ماشي ده النفي بتاعنا وكمة كوملتك زي ما انت عادي خالص طيب الباسيف الباسيف اللي هو ايه اللي هو المبني للمجهول احنا اتفقنا على قاعدة ثبتة مفيش فيها مشكلة ان احنا ببساطة هنبتدي بالمفعول به اللي هو الوبجيكتف وبعدين هنحط verb to be في زمن الجملة اللي هو هنا ماضي بقى was aware بس هنا زمن الجملة ماضي مستمر هيبقى was aware being ليه؟ لان الماضي المستمر اصلا بيتكون من verb to be زائد ing صح؟ الverb زائد ing الverb to be في الماضي was aware الفعل الاساسي بتاعي اللي هو بيتكلم عنه اللي هو اصلا verb to be فبقي being حطت له ing يبقى was aware وبعدين التصريف التالت من الفعل الاصلي اللي في جملتي يعني انا كنت بعمل الواجب فهقول كده ببساطة الواجب كان بيتعمل homework was ه being made سوري طبعا هو بياخد do يبقى done was being done do my homework مش make my homework was being والتصريف التالت من الفعل الاصلي بتاعي اللي هو do كده بنيت للمجهور ماشي؟ طيب الماضي المستمر هو تقريبا كده احنا خلصنا في الماضي المستمر الصعوبة اللي فيه او اللي بي لخبط فيه هي الرابط الزمنية الرابط الزمنية زي ايه؟ عندنا اول مجموعة رابط الزمنية اللي هي while بينما بينما و as و just as تمام؟ و when اول تلاتة دول معناهم بينما و when دي معناها عندما ماشي؟ الرابط دي بيتلخبط ليه؟ بصوا الرابط دي احنا هنستعملها في الاستخدامات اللي فاتت احنا قلنا الاستخدامات اللي فاتت كان هما استخدامين اللي فيهم اكتر من حدث لاما واحد مجتمرة وقطعوا حدث اخر لاما اللي اتنين مجتمرين في نفس الوقت طيب while و as و just as دول منتعاملت معناهم بالوضع الده قبلوهم هنا هقول في حاجة كانت بتحصل تمام؟ بينما او لما او عن او اللي هو ايه بالبلدي لما لما حصلت حاجة تاني يبقى ايه؟ يبقى الثلاثة دول انا ممكن استعملهم على الاستخدام الاول اللي هو حدث كان مجتمر وقطعوا حدث اخر يعني مثال while i was reading مثلا the door the door the doorbell rang مثلا جرس الباب خبر طيب مثال مختلف my father came جي while i دي while i was reading اوكي ايه بقى؟ اللي انا فهمته لو خدتوا بالكم انا كتبت في مكانين مختلفين عشان تشوف اللي جاي بعدها ايه؟ بصوا بعد الاولانية جي i was reading ماضي ماضي مستمر طب الجملة التانية while i was برضو reading في الماضي المستمر برضو يبقى انا هنا تعلمت او عرفت حاجة ان البعد while بييجي الماضي المستمر طب ليه؟ لان ويل معناها عندما يبقى لانا كتبه هنا ده كتبه انا بالمعكوس المفروض لانا أقول هنا قبل ما اكتب while او بعد ما اكتب while هتبقى الحاجة اللي كانت مستمر ليه يا جماعة؟ لان انا بقول بينما كنت بقرأ بينما كنت باكل بينما كنت باشرب خلاص يبقى بعد while بعد as وبعد just as بيجي الماضي المستمر وفهمنا بين المعنى ليه هنختار الماضي المستمر ومش غيره طيب لو هو الاستخدام الاول اللي هو حدث كان مستمر وقطعه حدث اخر قلنا دايما الحدث الاخر اللي بيقطعه ده بيكون ماضي بسيط ففي الحالة دي هتيجي الماضي البسيط الناحية التانية ماشي؟ لو هو الاستخدام بتاع واحد مستمر وواحد قطعه يبقى بعد while و as و just as الماضي المستمر والناحية التانية سواء قبله او سواء الجملة البعيدة هيجي ماضي بسيط ماشي؟ التلاتة دول اخوات طب عندما وضعها ايه؟ عندما دي حلوة وسهلة ومريحة قوي ممكن تيجي زي اللي فوق بنفس الترتيب اللي فوق وممكن تيجي العكس عادي جدا مفيش فرق معها يعني ممكن اقول when i was reading the door rang او ممكن اقول when the door rang i was reading نفس الفكرة بالظبط مفيش مشكلة جيه بعدها الماضي المستمر خير وبركة جيه بعدها الماضي البسيط خير وبركة مفيش اختلاف كبير ماشي؟ يبقى دول while و as و just as مع اللي هو الحاجة اللي كانت مستمرة وقطعها حاجة اخرى في الماضي طب لو حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت فهم الاتنين هيبقوا ماضي مستمر فمش فرقه بقى مين قبلك تاني ما هم الاتنين ماضي مستمر عايز بس اوضح انا قلت while في كلمة during وعايزين نفرق ايه الفرق بين while وبين during بصوا احنا قلنا while معناها بينما و during معناها اثناء اثناء الفرق البسيط ان بعد during بيجي اسم يعني لو انا قلت while reading the book while i was reading the book مثلا دي while i was reading صح كده بعد while جبت جملة كاملة فيها فاعل وفيها ماضي مستمر ممكن ابدل دول كلهم واقول during مثلا my read قراءتي مثلا read هنا اسم القراءة بتاعتي خلاص during my read او during my work اثناء عملي تمام يبقى انا هنا بدلت during my work while i was working المعنى زي بعض بالزبط الاختلاف ان هنا بعد while جملة ماضي مستمر وبعد during now in فقط ماشي جملة ماضي مستمر وده بقى لكم مش مجرد الفعل زايد ing طبعا كل الكلام اللي انا بقوله وعليق امثلة بالزيادة موجود في pdf عشان اللي عايز يذاكر والكلام اللي انا بشرحه ده لو انتوا عايزين بالشخبطة دي هي هي لو عايزينه ممكن ابعتها لكم بعد ما نخلص خالص طيب عندنا بقى دلوقتي احنا كده خلصنا الماضي المستمر خالص واللي داخلين في الماضي التام الماضي التام هنكتب كده مثال جملة ونطلع منها كل التفاصيل ياريت اللي فتح المايك يقفل لو قلت ايه معنى الجملة قبل ما ندخل في اي تفاصيل هنا بقول هو غسل اسنانه بالفرشة قبل ما يروح ينام تمام يبقى لانا فهمتوا من الجملة دي ان في عندي حاكتين حصلوا وكلمة حاكتين دي كلمة السر حاكتين عندي حاكتين حصلوا هم اللي اتنين حصلوا في الماضي دي كلمة السر التانية ساعتها اخترت او استعملت هاد برشد اللي هي الماضي التام ليه؟ هقولك لو انا عندي حدثين في الماضي وبتكلم هنا عن حدث خلص وتم وبعدها حدث اخر حصل ماشي؟ فانا كده عندي حدثين في الماضي هما الاتنين خلصوا ماشي ماشي ممكن استعمل الماضي البسيط في حالة معينة بس احنا خلينا دلوقتي بنشرح الماضي التام تركيبة الماضي التام هي هاد زائد البي بي 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 بس هاد مع كل الأفعال والتصريف التالت وخلاص ده تكوين الماضي التام ماشي استخداماته طبعا اللي انا قلته ده اول استخدام فيهم واهم استخدام فيهم اللي هو حدث وقع وانتهى انتهى قبل حدث اخر في الماضي كلام كله في الماضي لان لو عندي حاجة في الحاضر هدخل في ازمينها مختلفة لو عندي حدثين زي ما قلنا في الماضي واحد خلص واحد حصل بعد منه هما الاتنين في الماضي بس تعمل الماضي التام طيب المثال اللي انا كتبته ممكن ناخد كمان مثال تاني بكلمة تاني اقول وين اي ريتشد زا ستيشن لما وصلت المحطة زا ترين اقول هاد ليفت دلوقتي الجملة فيها حاجتين فيها ماضي تام هاد ليفت وفيها ماضي بوسيت ريتشد انا قلت حدث وقع وانتهى قبل حدث يعني عندي حدث اول وحدث تاني عشان ما تتلغبطش بقى خالص خالص هتمسك الجملة بتاعتك وتشوف اول حدث حصل فيهم الاولاني الاقدم الابعد وده هو اللي هتدي له الماضي التام ماشي؟ يبقى الحدث الابعد هو اللي هياخد الماضي التام طيب يبقى انا اللي فهمته من جملة دي ان الترين غادر الاول ده الحدث الاولاني وبعدها انا وصلت المحط اما لو كتبت المثال بالشكل ده وين اي هاد ريتشد يبقى معنا الجملة التانية ان انا اللي وصلت الاول تمام؟ اما القطل هو اللي قعد كده ايه فايلة اللي انا بقوله لان الجملة هتجيلك بالشكل ده ونقص منها واحدة من الاتنين ويجي في الاخر كده يكتب لك جملة تاني عشان تساعدك يقولك مثلا يعني انا ملحقتش القطر يبقى انت من الكلمة دي هتفهم ان انا وصلت كان القطر ميشي يبقى القطر ميشي الاول يبقى القطر اللي ميشي تديره الماضي التام طيب كتب لك أنا لحقت القطر يبقى تكتب ان انت وصلت الاول ماضي تام وبعدين القطر الغادر ماضي بسيط خلاص اهميته في كده اهميته ان انا اعرف مين الحاجة اللي حصلت قبل التانية خلاص واعبر عنها الحاجة القديمة الاولانية ماضي تام الحاجة التانية ماضي بسيط اتفعنا جماعا طيب ده الاستعمال الاستعمال التاني انا هنا بتكلم عن حدث حصل في الاول قبل حدث تاني اخر حصل وهما الاثنين في الماضي طب هل لو انا قلت عايز اعبر عن حدث وقع قبل وقت معين في الماضي هل ينفع اه ده الاستعمال رقم اتنين مش شرط يبقى عندك حدثين في الماضي ممكن يبقى حدث واحد في الماضي ولكنه امتى بصه حصل قبل معاد معين في الماضي كلمة قبل دي مهمة قوي ليه لان انا قلت في الماضي البسيط في بداية الحصة في بداية الفيديو ان انا قلت ايه اه 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 ايت my lunch yesterday ماشي ده حدث واحد ده ما كانش في حاجة غيره صح وقلت حصل مبارح لكن انا قلت i had visited my uncle before yesterday ايه بقى yesterday ده المعاد بتاعي في الماضي تمام ولكن انا ما بقولش هنا حصل مبارح يعني معاد محدد لا بقول حصل قبل المعاد المحدد قبل السنة الفلانية قبل اليوم الفلاني مدام انا بتكلم عن قبل تاريخ في الماضي او قبل معاد في الماضي ما بستعملش الماضي البسيط بستعمل الماضي التام i had visited خلاص كده وصلت طيب مثال تاني اه لو قلت مثلا اه اه she had finished her work before mid night هنا بقول هي انهت الشغل بتاعها قبل منتصف الليل بتاعي مبارح مثلا يبقى الماضي التام مش صعبين ماضي تام يبقى انت عايز حدثين في الجملة مش حدث واحد حدثين وهم الاتنين يكونوا ماضي عشان الناس ما قطل اخباطش هي بتختار لا اما حدث واحد ويكون حصل قبل معاد محدد في الماضي اتمنى كده تبقى وصلت التركيبة كانت عبارة عن هاد والتصريف الثالث فلو انت عايز تنفيها تحط لها نط بعد هاد وخلاص هاد والتصريف الثالث وكده جملتك تمام طيب البناء للمجهول برضو عشان نبقى ايه ما سبناش حاجة برضو نفس الفكرة الپاسف انت هتبتدي بمفعول به مثلا هتقول المثال بتاعنا خلصت الشغل مثلا فهقول work او the work had been finished انتهى بواسطة اي حاجة وتكمل جملتك قبل الوقت الفلاني وخلاص بريد بالمفعول بايه جبت الرب توبيه في زمن الجملة الزمن الجملة ماضي تام في في برب توبيه هيبقى هاد been وبعدين التصريف الثالث من الفعل الاساسي تبقى finished خلاص طيب اختر الكلمات شهرة مع الزمن ده هي الكلمات اللي انا استعملتها وانا بكتب الامثلة اللي هي before وafter وممكن as soon as طبعا المعنى بتاع الكلمة هيكفي ان احنا هنفهم الاستخدام دي معناها قبل يبقى انا هتكلم معاها وهتعامل معاها ان في حدث حصل قبل الاخر مش هحفزك مش هقولك before بييجي بعدها ماضي بوسيط وانا حيات تانية ماضي تام مش هحفزك بس انا هتفق على حاجة لحدة بس ان الحدث الاولاني ماضي تام ترجم جملتك انا عارف ان انتو كلكم شاطرين وتفهموا انا ملاحظ ده فانا مش عايز منك غير انك تترجم الجمل يعني انا قلت she had finished her work before midnight كده هي خلصت الشغل الاول يبقى متقول ليش before she had finished it was midnight لأ هتقول انها خلصت الشغل الاول قبل الميد نايت غلص اللي عايز يحفز القواعد المكتوبة ان بعد after بيجي الماضي التام وانه حد تاني الماضي البسيط وبعد before العكس وكل ده مكتوب بس انا مش بقول نحفز قواعد الحاجة اللي عايزكم تاخدوا بالكم منها هي as soon as لانها موضع لغبطة كتير as soon as معناها ايه معناها بمجرد an لو فكرت كده وانت قاعدة في مثال باللغة العربية بكلمة بمجرد an هتقول لي مثلا بمجرد ما وصلت البيت بمجرد ما وصلت البيت رحت نمت الكلام اللي انا قلته بالعربي ده مين فيهم حصل الاول هل انت نمت الاول ولا وصلت البيت الاول صح انت وصلت البيت الاول فكلمة بمجرد an معناها ان اللي حصل اللي جه بعد منها على طول ده الحدث الاولاني لان انا بقول بمجرد حدوث الحدث الفلاني حصلت حاجة. يبقى كل انا عايزك تعرفه ان بعد as soon as دايما الحدث الاولاني. اخد بالك انا مرضيتش اقول هنا ماضي تام. ما اقول مرضيتش اقول كده. انا قلت الحدث الاولان. بعد as soon as الحدث الاول. جبتها منين من المعنى بتاعها. طيب. ليه انت مش راضي تقول عليها ماضي تام ونحفظها كده? لان ساعات اللي انا قلته ده كله في الماضي التام. ممكن بكل بساطة ابدله بماضي بسيط. يعني ايه عام الحد? يعني ممكن كل اللي انا قلته ده ابدله ان تبقى الجملتين ماضي بسيط. وخلص وصح ومش غلط ما فيش اي مشكلة. حتى بعد after before حتى بعد after before عادي. تمام? الفكرة كلها هتبقى ان انا بدل ما اعملها حدث انتهى بخليها تتابع احداث زي اللي اتكلمنا عنه في الماضي البسيط وما فيش مشكلة. لو انا عندي ماضي تام هيبقى هو الاختيار الافضل. لو انا الجملة عندي جاية بماضي بسيط وماضي بسيط صح مش غلط. فان عشان كده بقول نترجم ونشوف الجملة الاولى او الحدث الاول هو اللي هيبقى ماضي تام وما نطلخبطش. اللي بس نفق بالنا منه ان معناها بمجرد ان بعدها الحدث الاولاني تمام? سواء كان ماضي تام تمام او كان ماضي بسيط تمام مفيش مشكلة في الموضوع ده. طيب. في عندنا كلمة في كلمات مشابهة الكلمات اللي ما بتجيش كتير كلمة بيكوز معناها لانا صح? طيب لو قلت الجملة اللي هي مسلا. ااا. ايا 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 ايا. ايا ايا abora برافو عليك جميل جدا. الحدث الاولان ya جماعا هو لعب كويس أكيد هو مش هيكسب غير لما يلعب كويس كلمة بيكوز اللي هي معناها لأنها دي هيبقى بتجيب بعدها مين؟ بعدها السبب أو بعدها الحاجة اللي حصلت في الأول صح؟ فأنت مش محتاج تحفظ أنت قادل جملة كتبها قدامك وشوف مين اللي حاجة اللي حصلت الأول ونتج عنها حاجة تاني إذن في الجملة اللي أنا كتبها ممكن أقول the team had played will صح؟ كده صحة وكده صح لأن ده ماضي بسيط يعتبر يمشي كالتمام وماضي تام يمشي تمام التمام لأن ده الحداث الأولاني تمام؟ ماشي خلاص شكرا نقفل الماء في برضو عندنا كلمة اللي هي buy the time buy the time بتساوي before مش عايز أكتر من كده يعني معناها قبل يبقى أنت برضو هتحطها والترجم buy the time بتساوي before ماشي؟ وطبعا اللي يجي معا دي يجي معا دي وخلاص فاضل الكلمة برضو من الكلمات الغلسة اللي هي until until أو أو هما الاتنين معناهم حتى ماشي؟ طيب هاخد كده مثال أو مثالين ونشوف until حقول مثالا أول مصلا I didn't sleep until مثالا أول مثال كمان I wouldn't live until I had done all my work ايه الفكرة انا هنا بقول انا منامتش الا لما خلصت الشغل يبقى انهاء الشغل ده حدث اول صح مش انا خلصت الشغل قبل ما نام مش ده اللي انا فهمته حل طيب تحت لغاية ما خلصت الشغل برضه انا مش غادرت او مش هغادر ده الحدث الاول برضه صح وده الحدث اللي هيحصل بعد منه تمام كده اذا بعد تل وعم تل هيجي الحدث الاولاني ناشي اللي هو عادة بيكون ماضي ده ماشي جميل طيب الناحية التانية ده الحاجة اللي بعدها يبقى ديت غالبا بتكون ماضي بسيط الناس بقى بتحفظ انهو ماضي بسيط منفي لا مش شرط يكون ماضي بسيط منفي لان انا ممكن اقول مثلا مثال زي كده I refused to leave until I had finished كلمة refused معنىها رفقت صح؟ ومثبتة هي مفيش نفي ولكن قدت المعنى منفي فانت بلاش تقول الجملة لازم تيجي ماضي بسيط منفي لا هو ماضي بسيط كلمة نفي او غير النفي حسب المعنى انا لم اغادر او رفقت اني اغادر اللي اتنين معناهم ايه مش صح ومش شرط ابدا ييجي منفي او غير منفي خلاص وعرفنا بيجي ليه بعدها هاد او ييجي ليه بعدها الحدث الاولاني عشان هي معناها خلاص الجزء اللي جاي انا هقوله فسريعا الجزء اللي جاي ده بدايل للماضي التام يعني ايه يعني انا اكتب كده امثال وهبدله بكلمات اخرى يعني لو قلت after i had finished my work ماشي معنى الجملة ايه بعد ما انا خلصت شغلي غادرت المكتب خلينا متفقين ان ده الحدث الاولاني ان انا خلصت شغلي وده الحدث التاني ان انا غادرت المكتب طيب ايه البدايل اللي انت عارس تتكلم عنها اول البدايل عندي من البدايل كلمات اسمها نو سونر بس خلينا ناخد نو سونر بس فانو عايز اكتب الجملة اللي فاتت دي بنو سونر هقول ازاي هقول هبتدي بايه باي ماشي لو بديت هقول اي اي هاد نو سونر فنشد ماي وورك والناحية التانية بعض الكومة دي هروح اكتب زان الاي ه Louft the office تمام تاني ايه اللي انا عملته نو سونر معناها اااااااااااااااااء يعني مش قبل كده مش قبل كده او اللي هو لم يكد بالعربي الفصح يعني ايه I had no sooner finished يعني انا يا دوبك يا دوبك خلصت شغلي وبعدها انا غادرت no sooner than I left عرفت من كده ايه ان no sooner دي هيجي معاها الحدث الاولاني بتاع فيرب او اللي هو الماضي التام صحي كده طيب التعبير ده no sooner ده في حاجات لكن مشابهة لي اللي هو تعبير اسمه seriously ؟ وفي عندنا barely وفي عندنا hardly كلهم بنفس المعنى اللي هو بمعنى لم يكد وكلهم بنفس التركيبة مع اختلاف واحد بسيط يعني هقول I had scarcely or hardly finished بس بدل ما أقول than هروح أقول when بس يبقى no sooner than و scarcely or hardly when ده اللي كل المطلوب منك حفظه ماشي؟ وبعد when I left أو جملة الماضي البسيط عادي عشان أسهل الحفظ عليكم شوية no sooner بسوا كلمة sooner دي مش أخرها er er دي عاملة زي المقارنة اللي هي bigger than taller than صح؟ taller than يعني أطول منه وأكبر منه والحاجات دي فالمقارنة بنستعمل than يعني أكبر منه فno sooner أخرها ناحية تانية than ماشي؟ er وناحية تانية than زي المقارنة أما الباقي كله scarcely when and hardly وكده بياخده وين عندها؟ اتفقنا؟ مين اللي بييجي الحدث الأولاني؟ الحدث الأولاني مع scarcely and no sooner ونحية تانية ده الحدث التاني ماشي؟ التركيبة فاعل had والكلمة بتاعتنا وباقي إيه؟ جملة خلاص؟ طيب لو حبيت أبتدي بالكلمات اللي زي دي اللي هي no sooner أو scarcely أو hardly أبتدي الجملة بيهم no sooner أنا عايز مع no sooner الحدث الأولاني بس بدل ما أقول i had هتبدلها كل ده كل اللي انت هتعمله هتقول had i في مشكلة had i no sooner had i كل اللي انت عملته لما تبدأ بكلمة من الكلمات دي هتبدل الفعل والفعل بدل من i had هتبقى had i بس والتصريف الثالث زي ما هو finished اتفقنا؟ مين مع no sooner؟ زان بدلت no sooner وكتبت hardly هتبقى hardly had i finished ومين مع hardly when؟ وماضي بسيط وصلت؟ تمام سهلا دولة أول مجموعة من البدائل وأصعب مجموعة من البدائل اللي بتلخط البديل الثاني هو having زائد التصريف الثالث بص ببساطة كده الجملة بتاعتك بتقول after i had finished كذا i left كذا هتشيل after i had finished كلها وهتبدلها ب having finished يبقى having والتصريف الثالث بتحل محلمين بتحل after بس وبعاها فاعل ومعاها التصريف الثالث أو الماضي التام يبقى after فاعل والتصريف الثالث أو الماضي التام هتحل محلها having والتصريف الثالث فقط والنحية الثانية هتبقى جملتك زي ما هي هنا having finished my work i left زي ما انت شغال عادي ولكن بيقولك فيه شرط واحد بس عشان تنفذ الحركة دي وتبقى صح شايف i هنا نبصوا الدنيا بتلغبطة شوية شايف i اللي كانت هنا دي after i ده الفاعل هو هو نفس الفاعل اللي هنا اللي في الجملة الثانية هو هو اللي غادر صح؟ ده الشرط الوحيد عشان تبدل after وفاعل والماضي التام بهافنج وتصريف الثالث لازم يكون الفاعل بتاعك بتاع الجملتين هو هو خلاص هو هو يعني لو انا قلت مثال تاني كده وقلت مثلا after she had left the office the manager came انا عندي هنا حدث سين حدث اول وحدث تاني ولكن عندي فاعل اول هنا she وعندي فاعل مختلف اللي هو المدير هو بتاع الجملة التانية في الحالة دي لو استعملت having هالجملة بتاعتي مش هتبقى صح ماينفعش اقول having left the office وبعدين اروح اقول the manager لان معنى الكلام اللي انا كتبته بالاحمر ده ان المانجر هو هو اللي غادر المكتب وكده المعنى غلط تمام؟ يبقى الشرط الوحيد ان الفاعل بتاعي في الجملتين يكون زي وبعد ما تغيرش عشان تقدر تبدل having والتصريف الثالث بafter وفاعل والماضي التام ماشي؟ طيب المبني المجهول بتاعه بقى ان انت بدل ما تقول having والتصريف الثالث هتقول having بين والتصريف الثالث واللي هو having و verb to be في زمن الجملة اللي هو المبني للمجهول بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها كل الازمنة عندنا تعبير تاني بيقول it was not أو it wasn't until وتعبير تاني اللي هو it was only when ما لهم التعبيرات دول؟ تعالوا نفهم معناهم عشان نعرف ترجمتهم it was not until يعني ما كانش حتى حتى والتاني it was only لما يعني هو كان كده فقط لما الاتنين دول بيجي بعدهم الحدث الاول ليه؟ لان انا لو انا بقول نفس الجملة بتاعت انها غادرت المكتب دي فبقول لم يكن حتى غادرت هي المكتب ان المدير جه صح؟ معناها ان المدير مجاش غير لما هي مشيت من المكتب نفس الفكرة أو it was only when هي الموضوع ده حصل فقط لما هي غادرت المكتب المدير جه يبقى اللي اتنين دول بيجي بعدهم هما الاتنين حدث اولاني حدث اولاني يعني ماضي تام perfect الروابط بتاعهم بيكون كلمة ذات يبقى احنا اخدنا روابط في الاول ذان وهوين وهنا ذات نفس المثال لو هنكتبه هنقول مثلا it was only when she left أو آسف تبقى she had left the office ايه اللي حصل الماضي البسيط بقى that the manager came فهمتو فقط لما هي غادرت المكتب الحدث الاولاني that الحدث التاني ماشي ماشي خلص سهل اخر جزء او اخر كم كلمة هما كلهم زي بعض بسوا on دي بتيجي كتير او في الاختيارات وزيها او بتسويها just on وفي اميدياة لي او 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 اميدياة لي افتر نفس الفكرة وشورت لي افتر ماشي مالهم الكلمات دول لو تلاحظوا الكلمة افتر اللي جاي مع بعض منهم هي اللي هتحلل لك المشكلة كلها كل الكلمات دي اللي اتنين اللي انا نكتبهم والاتنين التانين اللي هتعمل في المزكرة كلهم بيساووا افتر بيساووا مين افتر يعني بعدهم مين الحدث الاول طب يا عم ما تقول افتر وخلاص هي بس الاختلاف البسيط ان دول الكلمات دي بيجي الصيغة بعدهم فيها فعل زائد ing مش جملة كاملة مش فاعل وتصريف ثالث تمام يعني المثال ده لو انا كتبته كده افتر اي هاد سين زا اكسيدنت هبدل الجملة دي وهكتبها بالصيغة دي بصوا بالاسويت كده ان بدل افتر سينج زا اكسيدنت بمعنى ايه بمجرد رؤية الحدثة الاختلاف ما بين اون وافتر عشان الناس اللي بتسأل عليه ان اون معناها بمجرد حدوث الحاجة بسرعة حصلت حاجة تاني وراها يبقى ده بيوحي بايه بسرعي تتابع الاحداث ماشي في شرطة وحيد عشان ابدل افتر باون او جاست اون او كده نفس الشرطة اللي كان من شوية ان الفاعل يكون هو هو في الجملتين يعني ان سينج زا اكسيدنت اللي هو انا اللي شفت مثلا اي كولد زا بوليس ماشي انا الفاعل هو هو في الجملتين ينفع عقول ان سينج زا اكسيدنت اي فوند زا بوليس ماشي والكلمات التانية نفس الفكر اما لو في اكتر من فاعل يبقى ان هنا استعمالها هيكون خطأ فما تخترهاش في الجملة ماشي كده انا خلصت كفاية المترجم sure افي Nochек اشترك المترجم أتیا اشترك اشترك جوان